بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وسلام على أشرف المرسلين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حبيب بعد الرضا اللهم صلي وسلم وبارك أنعم على حبيبنا محمد سيد الساجدين والداكرين والمستغفرين والقائمين والصائمين اللهم صلي على سيدنا محمد سيد المجودين قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا اللهم اجعلنا من المجودين لحروف القرآن الكريم اللهم اجعلنا ممن يعطي لحروف القرآن الكريم حقهم ومستحقهم من مخرج وصفة اللهم اعنا على تلاوة صحيحة لكتاب الله عز وجل حتى يتحقق فينا قول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها أحبة في الله هيا بنا نجود كلمة ننال بها الأجر والتواب إن شاء الله بسم الله أحبة في الله هيا بنا نجود كلمة وكلمتنا في هذه الحصة هي من السماء لدينا مد متصل في كلمة السماء هذا مد متصل نمد عليه بست حركات إذن فهو يسمى بالمد المتصل الواجب لأن جميع القراء يمدونه إذن لدينا بعد المد المتصل همزة ثاني الهمزة الأولى مكسورة والتانية مفتوحة ولدينا كذلك المد وهذا المد هو أصله همزة ساكنة إذن هذا هو مد البدل إذن كل همز ممدود إذن أصله همزة ساكنة إذن هنا لدينا ثلاث همزات الهمزة الأولى مكسورة والتانية مفتوحة والثالث ساكنة في رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق يحقق الأولى ويبدل الثانية ياء مفتوحة لماذا مفتوحة؟ لأن حركة الهمزة الفتح إذن فهذه الهمزة الثانية تبدل ياء مفتوحة والهمزة الثانية هي أصلها همزة ساكنة فسوف تبدل ألفا لماذا؟ لأن هذا يسمى بمد البدل كل همز ممدود وأصله همزة أولى مفتوحة والثانية ساكنة فحققت الأولى أبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبله الحركة المناسبة للفتحة فهي الألف إذن فلذلك أبدلت هذه الهمزة الساكنة ألفا إذن هذا المد يمد بتلاتي أوجه في رواية ورش عن نافه فيه القصر وفيه القصر بمعنى حركتين التوسط أربع حركات والإشباع ست حركات إذن كيف تقرؤ هذه الكلمة؟ إذن المد حركتين إذن نمد على هذا المد بحركتين فتقرأ هكذا من السمائية نمد عليه بالإشباع عفوا بالتوسط من السمائية نمد عليه كذلك بالإشباع ست حركات من السمائية هذا فيما يخص هذه الحصة وإلى حصة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة